اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية وفقرتنا دلوقتي عن كل ما يحدث في الشرق المصري ويمكن من اهم الحاجات اللي حصلت في الشرق المصري الفترة اللي فاتت ان كل الناس بقت مسكة كاميرات في ايديها وبتصور الاحداث وبتساعد العدالة وبتساعد الامن في ان هي توصل لمرتكبي العنف لكن اللي بيمرسوا ده بشكل احترافي على الارض بيبقى مصورين فيه جزء منهم كبير بيبقى محترف وجزء منهم هو بيوزعوا صورهم في حتة كتير لكن الصورة بألف كلمة والفيديو بألف صورة هل بيتم حماية المصورين ولا لا خصوصا ان احنا عندنا شهداء في الفترة اللي فاتت طبعا الشهيد حسيني ابو ضيف واحمد عاصم من جارة الحرية والعدالة في الاخر هم مصورين صحفيين بيقدوا دورهم وعايزين يوصلوا الحقيقة للناس حمايتهم بتبقى عاملة ازاي؟ القوانين اللي بتحميهم عاملة ازاي؟ حدها يكون محور كلامنا مع ضيفنا المصور الفوتوغرافي الصحفي مصطفى السيد صباح الخير مصطفى صباح النوع مصطفى لو الاول رمضان كريم كل سنة وانت طيب محمدات طيب طيبين اعز اعرف انت ازاي بتحمي نفسك في مواقع الاشتباكات؟ هل بتبعد مسافة كبيرة وتضيب عدسة اتقرب لك؟ بتعمل ايه؟ وبتحالي بترتدي واقي ولا بتعمل ايه؟ فكرة الحماية داخل الاشتباكات اول حاجة ان انا اكون متعرف على الطرف اللي انا بصور من خلاله الطرف اللي انا بصور من خلاله ممكن ان يكون رافض التصوير اصلا فممكن انا اتقذي منه طبعا فيه وسائل حماية كتير زي الخوزة فيه وسائل حماية كتير بتتلبس في الاشتباكات العنيفة ما بين الشرطة او لو فيه ضعبنا بيبقى فيه واقي من الرصاص بيبقى فيه نضارة علشان الخراطوش بيبقى فيه حاجات كتير جدا فيه طبعا الماسك علشان الغاز انت حضرت اشتباكات الحرس الجمهورية اشتباكات الحرس الجمهورية اشتباكات الحرس الجمهورية معايا معايا موسك غز ومعايا خوزة دول الحاكتين بس اللي انا نزلت بيهم ما كانش فيه اي تطورات ان انا ألبس واقي من اي حاجة طب الحمد لله طيب هل انت يعني بتتضرب على وسائل الحماية واززي تحمي نفسك ولا هل فيه كود انت بتبقى ماشي عليه لا انا فعلا انا بضعب وبشوف مصورين كتير جدا بينصحونا كأن احنا مبتدئين لسه فهم خبى عننا شوية بينصحونا بحاجات كتير جدا وبينصحونا بوسائل الحماية هم سافوا حروب وعاصوا الحاجات دي احسن مننا شوية فهم بيبتدوا ينصحونا احسن طيب انت كمصور صحفي ومفترض ان انت راجل لسه في بداية طريقك ليه يعني ليه حابب ان انت تنزل تصور وفوست اشتباكات يعني ناس كتير تنزل تصور حاجات قادية ليه بتحط نفسك في الخطر يمكن يمكن علشان انا حبيت اول صورة حبيتها كانت تصوير تصوير حوب اول صورة اتفرجت عليها وشدتني كانت لمصورة اسمه جامس نشتاوي مصورة امريكي فها دي كانت من اكتر الحاجات اللي بتشد شوية طب ايه الدور اللي بتقوم به نقاط الصعفيين بالنسبة للمصورين الهواء والمحترفين يعني هل ببقى فيه هل غطاء قانوني هل بتساعد مثلا في انقاذ المصورين يعني ايه علاق ارتباطكوا بنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين بتساعد المصور المقيد عندها بس لكن ما بتدعش انها تساعد اي مصورة تاني هي المصور المقيد عندها بترفع عضلية وبترفعها لفوق شوية طبعا ما بيحصلش اي حاجة بس فكرة المصور الهاوي او اللي في اول طريقه زي او مش مقيد في حاجة دي هي ما بتدعش تساعده خالص فانا بنزل على حماية نفسي بنزل الأدوات اللي انا بجيبها من فلوسي كل حاجة اللي انا بعملها من معاي خلينا نشوف بعض الصور اللي انت التقطتها وكلمني عنها الصورة دي كانت في الشتبكات الحراس الجمهوري لو ملاحظين دي دي كانت طيارة طيارة فوق الناس كانوا بيقولوا انها بتنزل غاز فواحد ماسك مصحف مصدروا ليها والتاني ماسك عصايا يقولهم ان احنا موجودين بس ده كان في الاشتبكات برضو كان واحد دواقف بيدعي جامد معشيوخ الازهر ويبتد ان بيعيط ويبكي بيدعي ايه؟ بيدعي معشيوخ الازهر ايه هم كانوا موجودين ايه كان فيه ناس من الازهر كتير جدا موجودين ده كان من الاتصام كان جوا حرار شوية كان فيه حد جايب بام بماية وعمال بيروش على الناس فده كان الاكشن بتاعهم دي كانت في وزارة العدل في اشتبكات في وزارة العدل ده الامن المركزي هو بيستعد علشان الهجوم ده كانت في وقفة الشهيد الحسيني ابو ضيف مصور صحفي دي برضو من نفس الواقفة دي صورة البنت كانت موجودة في غمرة خطها ساعة واحدة ونص من كام يوم مكتوف وإيها مكملين فاحنا فعلا مكملين عشان الناس دي انا عايز اتكلم عن فكرة الابد والاسود اللي انت مستخدمها في صور كتير وتصحيح الالوان اللي انت عامله هل ده انت بتختاره عشان تديمود معين او تأكد على حالة معينة وتستخدمه انهية وقت انا بستخدم على طول الابد والاسود علشان الابد والاسود احسن في صورة خصوصا لما يكون فيها اشتباكات او لما بتكون عايز تباين حاجة بس وخصوصا أن انا كمان حابب الصورة فالصورة الأديمة كانت موظمها صورة فيلم وصورة أبيض واسود فأنا هويت التصوير من تصوير الفيلم فأخذت على الصورة الأبيض واسود لا أخذتش على الصورة الألوان فأنا موظم صورة أبيض واسود ما هي الأشياء التي تحاول تبرزها في الصور بالأبيض واسود؟ اشركنا معك في تفكيرك لأن الصور حلو قوي فأنا أريد أن أسألك وجهة نظرك تبقى إيه وانت بتعمل هذا الأفاكت أو بتختارها بالطريقة؟ الأفاكت عموماً يتعامل يعني لما يبقى إيه مثال بتفكر إزاي لما تختار أن تصحح الألوان بالطريقة الفلانية تضيها كاست سيفيا تضيها كاست سيفيا تأكد الألوان شوية تبقى سيتوريتد تختارها باد واسود يعني بتفكر إزاي؟ ساعات بيبقى فيه سوى الألوان فيها علشان تتصحح صعبة شوية دي حاجة فبطارة أنا عاملها أبيض واسود علشانها هتبقى متعلقة بلونين اتنين بس وساعات بيبقى فيه سوى لازم الطابع بتاعها هيكون أبيض واسود زي العاجل البيدعي لازم كانت سوى تبقى أبيض واسود لازم كانت سوى تبقى أبيض واسود لأنها تدل على حاجة قوية شوية والأبيض واسود أقوى لونين ممكن يبقى موجودين في السوى فهي كانت تدل على حاجة قوية هو بيعيط أو بيبكي وبيدعي وفيه ناس كثيرة جداً وقفين وراءة عاملين نفس المنظر فهي كانت تبقى أبيض واسود هتبقى أكتر تعبير الصورة مين مسألك الأعلى في التصوير؟ هل هناك شخص لديك مسألك الأعلى يمشي على الخطوات؟ هناك شخص يسمى جامس النشتري وهو مصورة حروب مصورة أمايكية كان يصورة في حيثة كثيرة جداً لكن هذا تصوير حروب مصورة الناس يموتون أنا حلمي أنني مصورة حروب فهي هذه هي السرعة لانت فأكتلوا لها فأنا اشياءت الأبيض واسود لأنه كان كله أبيض واسود الأماكن التي تختار منها وقلت لي المصورين الأعلى منك نصحوك بالأماكن أين الأماكن التي كنت تصور فيها لكي تأخذ هذه الصور؟ هناك في محمد محمود هناك في الاتحادية هناك في الاشتباكات الأخية 25 يناير هناك تحديداً لكي تتخلق هناك تحديداً في المدانية الأسوال لا أقف تحت مع الناس مع الناس ويكون حذر جداً لأن هناك أساعد يبقى هناك أساعد مندسين ويبقى العادة معي في الطاقة لو هناك إخوان أو اشتباكات من المعاديين هل هناك اشتباكات تتصورها؟ من أين تنقي نقطة عالية؟ أو أين تنقي نقطة على الأرض؟ لا أقف أنا أقف على الأرض لأنني معي عدسة ويد لا أزوم فأنا أكون قريب من الهدف الذي أريد أن أصوار في عرس الجمهوري كنت تحت في عرس الجمهوري كنت تحت كنت تحت مع الناس من ناحية متظاهرة ربع؟ نحن كانوا مرحبهم ، لأنني كنا أمام لم يكن هناك أحد سأي سننضر يغطي الحدث فأنا كنت أقول أني كان يغطي الحدث أو أني كان هو الوحيد من الكثير من أني كانت أغطيا الحدث لقد أظهروا وإنكيئين ربعهم إنهم مجردون وإنهم كل خانواة هل هناك فكرة تصوير الفوتغرافي يصبح أوليلي في الأشتباكات في الأشتباكات هذه الحتباكات يؤمنون للفيدو يملكون صورة وعملون بصواب الموبائلات كمان اه اه لا 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 ما شاء الله يعني بدي عسية لانه ناس اللي عملة مهمة عندوهم على الأرض الجزيرة كفاءة جزيرة ده كفاءة جزيرة طبعا يعني يعني حد اصولا حرك عن الحرب الإعلامية اللي علينا لكن مصطفى انت بتصور بس الاحداث والاشتباهات على الأرض لا أصور حاجات تانية كتيرة بصور بروتياهات لأطفال أحب بحب بحب سافر شغيف فأحب بصور الناس لما بحاس نهم بيحكوا حواديت المكان كل بنا أدم فينا له حدوتة كيف أقدر أن أظهر الحدوتة من الشخص كل صور على الشاشة هي ممكن أن نعلم هذه بنت كانت في فصول تقوية في عزبة الهجانة كان في مدهس واقف يقولها حاجة وهي تبصره هذه أنا صورتها هناك هذه هي نفس البنت لكن بألوان كان شيخ قبيلة في شلاتين 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 تبعد عن القاهرة بحوالي عشرين ساعة؟ هل أنت خدت البنت الأول مرة أبداً ومرة ألوان هل نظرتها كانت هناك شيئاً؟ بالضبط، عندما تبقى بصلي فاللون ممكن أن يكون أحسن عندما أجبها ألوان هي بصل كثيراً؟ لأن الرأكشة ليس مفهومة رد الفائلة، أنا لا أفهم هو الرأكشة على الشاقي هي السورة التي قابلها هي كانت بصر للمدارس فكانت مندمجة جداً في شيء كانت مندمجة جداً في الكلام الذي يقوله ما كانت أغضرها مني وأنا أصور فيه ألم تحت إيديها ولكن هذا هو لأخطاب أبيض وأسود، أحسنت أنها أكون معبرة أكتر نرجع للرجل المصري العجوز على قسمة الزمن وهو سوداني مصري سوداني مصري يقوله بعدها أيضاً يعني أنه يبقى الزمن منحوط عليه وماذا قصته وماذا أنت؟ لماذا فكرت تأخذه ألوان أبيض وأسود خصوصاً أنه هو تقريباً لبسه أبيض وأسود هي الفكرة كلها أن هناك في شلاتين الجو ليس جداً فالطبيعة ملونة فأنت لا تستطيع أن تتغلب عن الطبيعة لا تستطيع أن تصوير شيء طبيعي جداً أبيض وأسود لكن أنت صلحت الألوان سنة؟ نعم صلح الألوان فعلاً الأصفر نعم الأصفر نعم الأصفر فقط ما الذي بعدها؟ هذه كانت في 2012 في أول 2012 كانت في وسط البلد كنت نازل أصور أنا أحد صاحبي وخذناها هذا رجل يبيع جيد وهذا أمن قاعد ما هي فكرتك؟ أخذتها أبيض وأسود وماذا؟ هذه الصورة لم تكن فيها أيدة خالص كنت سأخذها أبيض وأسود من الكاميرا الفكرة أن أصور الناس في الشارع وهذه ساعات تبقى شيء صعب مصورين كثيراً في مصر يعني محدش بيعملها لأننا هنا عندنا الناس ليس فاهمة تصوير حتى الناس تشتمني ساعات يعني هذا الرجل كان يزعق لي لو تأخذ بالك من الراكشة على روشه هل تتعمل فقط فالناس في مصر ليس فاهمة ليس فاهمة معنى التصوير مثلاً أن أنا أنزل وأصور فتبقى شيئاً جريئاً أن أنا أنزل أصور الناس في الشرعة ليس أصور بيوتاً وهذه هنا؟ هذا هو عند بيت الست وسيلة وعند بيت العود في الحسين بيت العود في الحسين والكدر لا نرجع الجماعة التي فاتت يجب أن تتشاف بالراحة احكيي عن هذه الصورة هذه الصورة لا يوجد أي حكاية غير أنها قديمة تتعبّع على المكان هو المكان قديم لا يوجد أي شيء جديد يمكن أن الفيسبة من الفيسبة هي التي كسر الكدام لا الفيسبة ممكن أن يكون اختراع ستناتي أو سبعيناتي فبعض أحسنها دائماً لا يوجد أن تتخذها في الألفينيات والآدت نستالجيا حنين إلى الماضي بالضبط لكن الصورة نفسها كلها أسرية الموقع كله أسري طبعاً رجعت بالتاريخ فجأة نأخذ بعدها هذه الصورة كانت في الشتباكات محمد محمود أنظم أسرية كان هو سيطب لجامعة الأمريكية هل كان مرأة من الماضي الأول للصورة هنا leur war أسر 문제 أو أثنين أسرstanden الله united وجود محمود أتي أول أور ese اطبع والباقي كله هو اللي يهزك وانتنا بتحرك بالكاميرا فالشوتر يعني ابتديت ان انا اعمل الفوكس بتاعي على الفيس برس وهي ماشية فهي اللي ثابتة والباقي كله بتحرك من حواليها طب انت انت زباطات زي يعني؟ مع بعيني وباخد كذا شوت كتير عشان تطلع كده بتاخد كذا عدد من شوتات كتير؟ بالزبط ماهي الفكرة انت كنت عاستول ان انت مركز على ده وانه الناس بتتحرك؟ هي فكرة ان الشيء ده يعني الشيء ده بيتحرك فانا ازاي اطلعو ثابت في مكان كله اشتباكات وماليان ناس وطلع بقية الناس كلها محزوزة بس طيب هل معنا صور تاني جماعة؟ دي كانت في اشتباكات الاتحادية واحد ده عسكري امن مركز لا ده كان ولد بعد ما العساكرة كانت ساعتها العساكرة اتضربت وكذا ده عدد خد الخوزة بتاعته والبسها خدها من الزبط الانمرة؟ ايه خدها بعد ما ضربوهم فوقعت منهم فكانوا بياخدوها بيلبسوها في ناس معهم بهااته طب هو ايه التعبير اللي على وشه ده كان عمل كده؟ هو التعبير وكان فيه حد بيهتف وهو كان بصص له جامد كان فيه حد عائف بيهتف وهو كان بصص له لكن الراكشن فعلا يتصور اه بزرع اه بزرع اللي بعديها جببا؟ اللي بعديها دي في العطبة والسرعة تشتمت بسببها وكانت الكاميرا تتكسر ساعتها لماذا؟ طلعت الكاميرا في وسط الناس ده عمين شرطة والتاني ده راح تبايع علومات وتلموا علي البايعين ساعتها كان معي واحد صاحبي انت بتصور ايه وبتعمل ايه والسرعة دي مسحة وعملت له مسحة وعملت له مسحة ممكن يكون امن دولة ممكن يكون مباحث هيوبط عليهم لكن على فكرة الكاميرات الكاميرات الموجودة على الكوبيل الكاميرات الموجودة في كل حد يعني مش باينة هي فكرة ان الناس حتى مش فهمين يعني ايه كاميرا ديشتل عندهمش الوعي بي كاميرا ديشتل حتى فيه ناس كتير جدا تقولي هو طلع الفيلم هو الفيلم هيتحمد امتى هو انت سواء يعني سواء تتلع فين كده الكلام ده كله الناس ليس لديها عيه قالتم حسنا واضح انهم مبسوطين منك احران هو كان بيشتمني تلك الوقت هذا رجل في الحسين وكادته يوكاته هو رجل كبير جدا تمانيناتي هذا كان فيه وقعد في الحسين ماذا هو حوليه ذلك اخريت احد جيلة هذا فرن لا مغزن احران فهو قعد وسط السيطرة السيطرة وهو تكون رجل كبير جدا ويشتغل الى حد وقتنا هذا هل أنت تشعر أن الصورة الدنيا دائت عليها؟ هو متاكل وسط الحاجة هذه كانت قطة في الحسين هذه القطة جاء معها الشلات في الخطوط العربي هذه خطاة بصدفة جدا لم يكن هناك أي تصبيت هذه كانت في حالة دقيقة جدا في الحسين وليس فاكهة بزرط لكنني كنت نازل من بيت وليس فقط لديها سلم وينه هنا؟ هذا في سانت كاتين هذا كانت الدليل لدينا لأن يخرج الجبل وهنا سانت كاتين سانت كاتين هذا السنة كاتين هذا الدير من فوق؟ نعم مفود وفي فوق جبل موسى هذا فوق جبل موسى وهنا أيضا موسى هذا فوق جبل موسى هذا في جامعة الحسين كان هذا الولد كان والده مقاعده ويحفظه القرآن فكان مقاعده وكان لسه جامل وكان لسه حاجة كذلك فكان مقاعده القاعدة وهو كان مكسوف جدا أن أنا بصوره فحاولت أن أصوره مع الجامعة نشكرك بجد الله يعني أنت عينك ما شاء الله طيب تحب تقول حاجة أخيرة بالنسبة للمصورين وحماية المصورين عشان ختاما لكلامنا عشان خلاص أنا أحب أقول بس أن الناس أن الناس بس دلوقتي الكامعة تخسج جدا كل الناس زي ما أنتم قلت في الأول خالص أن هما بقوا بيشيلوا كامات وكل الناس معاهم كامات يستخدموا صح بس يعني الاستخدام الصح المصور الصحفي مصطفى السيد بنشكرك جدا يا مصطفى ونتمنى لك السلامة أنت وكل زميلك ولا نتمنى شهداء لمنكم ولا من أي حد خلص شو الله شكرا مشاهدين دي كانت انتهيت فقرتنا لسا فقراتنا مستمرة لغاية 12 ظهرا بعد الفصل على طول تابعوني